التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون والوافد المرافق له تناول اللقاء ملاقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأقليمية والدولية الراهنة التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الاقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الازمة بقطاع غزة كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل الجانبين واعرب رئيس اركان حرب القوات المسلحة عن تقديره العلاقات الرسيخة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين مشيرا الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة اوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والامريكية في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اشاد رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الامن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز اواصل العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكل الجانبين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والامريكية والسفيرة الامريكية وملحق الدفاع الامريكي بالقاهرة